موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري اللهم افتح لنا أبواب الخير برحمتك يا أرحم الراحمين هذه هي الحلقة الأولى أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات أيها المستمعون الأفاضل هذه هي الحلقة الأولى من حكم ابن عطاء الله وهي سلسلة طويلة أرجو الله تبارك وتعالى أن يوفقني لشرحها بعد فهمها وبعد العمل بها وبعد تذوقها هذه الحكمة تدور حول معنى عظيم من معاني الإيمان هو معنى الاعتماد على الله وحده وهو التوكل الذي قال الله عز وجل فيه وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقال تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون ومعنى التوكل هو الاعتماد الكلي الخالص هذا التوكل شأنه كشأن كل مفردات الإيمان بالله عز وجل تحتاج إلى ثقة وإلى اعتماد وإلى حسن استناد وهذا التوكل أحيانا كشأن كل الأمور القلبية التوحيدية الإيمانية يعتره بعض فتور يداخله بعض نقص وهذا النقص يختلف من إنسان إلى إنسان فيبيد ابن عطاء قبل أن أذكر الحكمة أريد أن أذكر فضاءها وهذه الحكم أيها الإخوة لا تخضم ولا تفهم ولا تتذوق إلا إذا تعانقت ومضات الفكر مع خفقات القلب مع نسائم الروح وكل أمور الإيمان كهذا الوضع ولكن هذه الحكم محلقة هي عصارة علم التوحيد من علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل ها هنا مفردات كثيرة لا بد من الخوض فيها ما موقف الإنسان عندما يوفق لعمل من أعمال الخير موقفه أن يشعر بأنه مغمور بفضل الله عز وجل وبأن هذا العمل الذي قام به لم يعتمد فيه على نفسه ولم يستند فيه إلى ذاتيته وإنما يغرقه في بحار من فضل الله عز وجل ولاحظوا إلى الأنبياء والمرسلين عندما يرون إنجازهم حاضرا ماذا يقولون هذا سيدنا سليمان نظر وهو الذي سخر له وربه عز وجل الريح والجن وسخر له الأشياء الكثيرة ولما نظر إلى عرش بلقيس وقد أكرمه الله عز وجل بأن جاء هذا العرش من اليمن إلى فلسطين في ذلك الزمن الذي كان الناس يمشون فيه على خطوات البعير إنجاز عظيم جدا يعلمنا القرآن إذا رأيت إنجازا فأغرق نفسك في شهود فضل ربك ومولاك وما بكم نعمة فمن الله والإنجاز نعمة فماذا قال سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي هذا هو الشهود الأول ثم بعد ذلك هو اختبار من الله عز وجل لعبده والله هو العالم ولكن ليظهر هذا الإنسان ويظهر معدنه هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر وبعض الناس إذا رأى الإنجاز يكون غافلا عن الموفق ينظر إلى التوفيق دون الموفق ينظر إلى الحركة دون المحرك ينظر إلى الظواهر دون من أظهرها ينظر وينظر وينظر ولكنه يبقى محبوسا ضمن نطاق ماديته وضمن أقفاص ذاتيته لا يرتقي نظره إلى النظر الإيماني الصحيح بأن الله عز وجل هو الموفق إذا صليت أنت صليت وأنت بذلت الجهد وأنت توضأت وذهبت إلى المسجد ولكن من الذي حرك قلبك للوقوف بين يديه من الذي خلق لك الماء لتتوضأ من الذي أزال عنك كل عائق حتى استطعت تأدية الصلاة من الذي علمك كيف تصلي من الذي سبقت إليه بوادر إحسانه من الذي اختار لك بالأصل أن تكون مؤمنا أنت أكرمت بالإيمان بدون استشارة وإنما هو فضل الله عليك قال الله تبارك وتعالى يمنون عليك أن أسلموا هذه هي منون عليك أن أسلموا يمكن أن تسحب على مئات الأعمال بعض الناس يمنوا بأنه تصدق بأنه صام بأنه قام بأنه حفظ القرآن بأنه أخذ الشهادات العليا بأنه وبأنه جميل أن يفرح الإنسان بإنجازه ولكن حذاري أن ينظر إلى الإنجاز منفصلا عن عطاءات الله تبارك وتعالى يفرح الإنسان بعمله من حيث توفيق الله له بالعمل لا من حيث أنه لوحده استطاع أن ينتز هذا العمل وهذا من معاني الذكر العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله لماذا أمرنا الإسلام بأن نبدأ كل عمل بالبسملة في هذا معنى واضح لا يحتاج إلى شرح بأن كل عمل لا يتم إلا بعون الله وإلا بالاستعانة بالله وإلا بتوفيق الله لك من العمل أن أكرمت بأن جعلك الله موفقا لهذا العمل فانظر إلى الموفق نرجع إلى حكمة ابن عطاء الله رحمة الله عليه من علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل ها هنا قضية أخرى أنت تعمل والله عز وجل يقول أدخل الجنة بما كنتم تعملون هذه الباء هي باء السبب باء الوصول ولكنها ليست باء الاستحقاق فكل أعمالك لو لا توفيق الله لك بها لا تستحق بها أن تدخل الجنة فالجنة ليست عوضاً عن أعمالك لو كانت عوضاً عن عملك فإنك إذا عبدت الله عز وجل مائة عام تستحق عدلاً أن تدخل الجنة مائة عام ثم تخرج بعد ذلك أما أن تعمل العمل القليل في مدة عمرك المحدود القليل جداً إذا ما قيس بالخلود في الجنة إذا العمل يوفقك الله تبارك وتعالى إليه وأنت تشعر بأنه من فضل الله عليك وعندما تدخل الجنة فإنما هو بهذا الفضل لا باستحقاق منك لأن معنى الاستحقاق أنك اشتريت الجنة بهذا العمل كالذي يشتري بستاناً بمبلغ من المال فيعتقد بأنه يستحق البستان لأن هذه اشترى البستان بماله فماله بدل هذا البستان أما قضية دخول الجنة بسبب العمل الصالح الذي نوفق إليه فينبغي أن نشهد بأن الفضل كله في ذلك يرجع إلى الله تبارك وتعالى قل إن الفضل كله لله نقولها ونعتقدها ونغرق في معانيها ونشعر بينابع السعادة تددفق في جوانبنا عندما نشعر هذا الشعور أما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة عمله لن يدخل أحدكم الجنة عمله فاستغرب الصحابة أي لن يدخل الجنة بدل عمله وإنما عمله الصالح هو سبب لدخول الجنة وكل ذلك من فضل الله عز وجل سأل الصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا من صفاتهم حيث كان يسألون عما يستغرب وأنت يا رسول الله بمعنى الحديث حتى أنت يا رسول الله وأنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل فعلامات الاعتماد على العمل كثيرة المباهات بالعمل التفاخر بالعمل المن على الله بهذا العمل هذا كلهم من علامة الاعتماد على العمل لذلك انظروا إلى دقة بن عطا الله حيث قال من علامتي من للتبعيد أي هناك علامات كثيرة للاعتماد على العمل من هذه العلامات نقصان الرجاء عند وجود الزلل والزلل هو الخطأ ويختلف من خطأ إلى خطأ فالقضية درجات والقاتامة تشتد في السواد هذه خلاصة هذه الحكمة الرائعة يوجهنا ابن عطاء الله رحمة الله عليه بأن نعتمد على الله تعالى لا على أعمالنا ولا على مراتبنا بعض الناس إذا وصل إلى مرتبة علمية انتفش وباها الأخران وبعض الناس إذا ظهرت عليه سار توفيق الله تعالى بدلا من أن يزداد ذلا وينحني بقلبه تواضعان فأنه يصاعر خده وأنه يمشي بين الناس فرحا بعض الناس يولد فقيرا ككل الناس ولكن الله عز وجل يوفقه للنجاح عليه أن يشعر بأن نجاحه من الله تبارك وتعالى الإنسان إذا وفق للعمل ينبغي أن يشكر الله فهذا من فضله وإذا ارتكب ووقع في خطأ ينبغي أن يتوب كل بني أدم خطاء وكل الخطائين وخير الخطائين عفوا التوابون ولكن لا يصح له أن يقل رجاءه لأن الرجاء وهو خالص الاعتماد هو الاعتماد على الله وحده لا يعتمد على عمله ولا يعتمد على أسرته ولا يعتمل على إنجازاته التي قدمها ولا يعتمد على قوة أخرى وإنما يعتمد على قوة الله عز وجل فحذاري أيها الأخ المستمع وكلنا نخطئ وكلنا يقع في الخطأ ولكن الله تبارك وتعالى ضمنا جميعا إلى ساحة الإيمان به والمؤمن على خير عظيم إياك أن يقل رجاءك وأنت تشعر بأنك منسوب إلى الله تبارك وتعالى إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إذا تولاك الله فلا تضعف ولا تيأس وإذا أخفقت مرة فاعلم أنها رسالة من الله إليك لتحاسب نفسه لك لعلك قصرت فتتلافى هذا التقصير لعلك أخطأت في جانب من جوانب الإعداد لما تقوم به النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد العدة ولكنه لا يعتمد عليها لاحظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية الهجرة لقد أكرمه الله بالإسرائي قبل الهجرة بثلاث أو أربع سنوات فعلم بأن الله قادر على أن ينقله لا إلى المدينة وإنما إلى بيت المقدس ثم يعرج به إلى السماوات فالله قادر ولكنها علم بأنها الرحلة الأرضية وهي ستكون قدوة لمن يهاجر من أمته لذلك فهي رحلة المعاناة المعاناة هي رحلة المشقة فأعد لها عليه الصلاة والسلام ما تعلمون من العدة علف البعيرين واختار الصاحب وترك علي في مكانه إيهاما لقريش وسلك غير الطريق المعتادة وأمر الراعي بأن يسرح بأغنامه واتخذ حتى يعفي الأثر واتخذ الدليل أحكم العملية الإعدادية بشكل رائع جدا هو ذرس لنا أيها الإخوة لأن بعض الناس يفهموا الاعتماد على الله بأنه التقصير في الإعداد هذا الخاطر خاطر خطير جدا ولكن عندما أعد النبي صلى الله عليه وسلم العدة جاءت العنايات الإلهية فقد استدل المشركون إلى مكانه في الغار ووقفوا ولو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لرآه ورآ صاحبه رضي الله عن أبي بكر هنا تأتي المعونة الإلهية بعد استعدادك أنت الله قادر على إعانتك وعلى إنجائك وعلى تخليصك وعلى إكرامك بدون أن تقدم شيئا فهو غني عننا وعن ما نقدم ولكنها سنة الحكمة في الحياة عليك أن تبذل فمن زرع هو الذي يحصد ومن قدم هو الذي يأخذ ومن درس هو الذي ينجح وهذا درس من دروس السيرة يعلمنا كيف تستعد ولا تعتمد على استعدادك هناك في الغار قال أبو بكر أدركنا يا رسول الله هؤلاء المشركون وقفوا على فم الغار بيننا وبينهم لحظة في جزء من أشار ثانية هذا هو التوكل الذي ظهر جلياً واضحاً ما بالك بإثنين ما بالك بإثنين الله ثالثهما هذه المراقبة لله هذا الشهود لم يكن وليد تلك اللحظة كان دائماً في حياته عليه الصلاة والسلام فالمؤمن لا يغيب على أن الله معه أما قال تعالى ما يكون من نجوة ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم هذه عقيدة يا إخوة ولكن فرق بين من يؤمن بها إيماناً نظرياً وبين من تعتلج بين جوانحه ومن تعتمل داخل قلبه فيشعر بها وعند ذلك يزول عنه الاضطراب ويزول عنه المرض النفسي تزول عنه الكآبات لأنه يشعر بأنه يستند إلى قوة عظمى فإذا وقعت أيها الأخ الحبيب في خطأ من الأخطاء فزد التجاء إلى الله وزد زلاً وعليك أن تقرع باب التوبة فهو إلى جانبك ويقرع بآهة ندم ويقرع بدمة حزن ويقرع هذا الباب بنفس محترق يتشوق إلى عفو الله عز وجل وتنقلب بعد ذلك بعد توبتك إلى محبوب عند ربك إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين إذن أعيد هذه الحكمة من علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل فينبغي أن يكون رجاؤنا بالله عظيماً قال الشاعر لا تختشي فقراً وعندك بيتماً كل المنى لك من أياديه مدد إذا كان ممدك هو الله فلا تحزن ولا تخف وانظر إلى آيات القرآن المبسوسة في آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل وانظر إلى سيرة النبي صلوات الله وتسليماته عليه تعلمنا كيف تكون العدة الصحيحة وكيف يقدم الإنسان جهده باستفراغ كل طاقته وبذل كل ما يمكن ولكن القلب لا يشهد الأسباب الأسباب يمارسها الجسد والقلب يشهد مسبب الأسباب أما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله أنت تعد العدة والله تعالى هو الذي يكرمك بالنتائج الطيبة من عادة بعض الناس أن الواحد منهم إذا فشل في عمل بعد أن بدل بعض جهده يقول لا حول ولا قوة إلا بالله وكأنه يقول أنا لا يمكن أن أصنع شيئاً يقولها بمظهر العجز وبمظهر التكاسل والنبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله من الفقر الفقر المادي واستعاذ بالله من الجبن واستعاذ بالله من الكسل لأنها أدوات وأبواب وطلق الإخفاق إذن إذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله أو حسبنا الله ونعم الوكيل فقلها بنفسية تستمد القوة من الله تبارك وتعالى وتأكد بأنه جل جلاله هو الذي يعطيك وهو الذي يكرمك وهو الذي يسعدك من اعتمد على الله كفي أما قال تعالى وَمَنْ يَتَوَكَّلِ التوكل الكامل التوكل لا يكون جزئياً وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حِسْبُهُ مَنْ تَوَكَّلْ عَلَى شَيْءٍ أُوْكِلَ إِلَيْهِ تُرُكَ إِلَيْهِ فَمَا شَأْنُكَ إِذَا تَوَكَّلْتَ عَلَى اللَّهِ ستكفى الهموم وستقفز فوق كل المتاعب لأنك تعمل عند ذلك بقوتك التي تستمد من قوة الله أما قوتك بدون الله وبدون إمداد الله لك فلا تساوي حتى الصفر اللهم إنا نسألك حسناً ظنبك وصدق التوكل عليك حتى تمدنا بإمداداتك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة